لبنانية مناوئة لقوات اليمين المبناني بعث بشير الجميل بموفد لحث الاسرائيليين على التدخل وقد صرحت الاسرائيليين في ذلك الهيوانا كما نعلم من خلال اتفاق الخطوط الحمر اذا حاول الطيران السوري الاختراك الاجواء يعتبر هذا اعلان حرب بالنسبة للسرائيل الطيرات توافاق الاسراء السورية تقصف مواقعنا في اعالي صنين وفي زحلة هذه اذا ريحة حجة لكم لموجة اتفاق الخطوط الحمر رميت هذه الورقة وعدت ليلة هنا يبدو ان الورقة نجحت فتدخل الطيران السوريلي واصقف الطوفات السورية الامر الذي ادى انه مردد سوريا بادخال صواريخ سام الى الاراضي المنين ادخال صواريخ سام يعني مشروع حرب في المنطقة فسارع الامريكو الى التدخل فاذا بهذه الطريقة امكن تحريك لازم السوريون استخدموا طوافات زوادهم بها السوفيت والفرنسيون وقتلوا الكثير من المسيحيين في الجبل الجبل هو نقطة استطلاع اساسية يمكن منها قصف مدينة جونيا وجونيا هي الميناء الوحيد الذي يستخدمه المسيحيون ولذا يكون بامكان السوريين من وجهة النظر المسيحية فرض حصار على لبنان المسيحيون يواجهن الان خطرا داهما ونحن ملتزمون اخلاقيا بانقاذهم وسوف ننجدهم تدخل الطيران الاسرائيلي فاسقط طوفتين سوريتين ورد الرئيس الاسد بادخال صواريخ سام ستة المضادة للطائرات الى سهل البقاع وحصلت معارك جوية في اجواء لبنان فارسلت سوريا سلاح الطيران للذود عن بطاريات الصواريخ ومنية بخسائر اعتبرت اسرائيل هذا خرقا لاتفاق الخطوط الحمر المبرم مع سوريا عبر واشنطن والذي ينصه على عدم السماح لسوريا بادخال هذا السلاح الى لبنان الا ان الرئيس السوري اعتبر ان تل ابيب كانت البادئة بخرق الاتفاق من خلال هجومها على القوات السورية اقولها بشكل جاز وبمنتهى الصراحة زحلة كانت فخا نصبه بشير الجميل لحث بيغن على التحرك شعر بشير واخرون ان بيغن لم ترق له فكرة عملية عسكرية كبرى في لبنان ترمي الى تنصيب بشير رئيسا او لاخراج السوريين او لاي شيء اخر ولذا نصب الفخ ليس لدي ادنى شك اليوم في هذا الامر نصب الفخ لحمل الاسرائيليين على التدخل ورغم ان التدخل الاسرائيلي ادى الى اول اشتباك مع السوريين فان احدا لم يقدر المعنى الحقيقية لذلك ولكنه على الارجح ادى الى تفجير سلسلة الاحداث التي انتهت بغزو لبنان بعد عان بات الوضع في غاية الخطورة فاوفدت واشنطن فيليب حبيب وهو ديبلوماسى من اصل لبنانى وموريس دريبر الى المنطقة لايجاد تسوية تقبل بها اسرائيل وسوريا تواصلت الحرب الكلامية بين الطرفين فاعلن الرئيس الاسد ان سوريا لا تريد الحرب وان اسرائيل لم تفصح عن نواياها وان قواته موجودة في لبنان لايقاف الحرب الاهلية فرد بيجين بسرعة انني متفائل دائما لكن لا يمكنني ان اتكهن ما اذا كانت نتائج المحادثات ستكون ايجابية خاصة بعد تصريح الرئيس الاسد في مؤتمرا صحفي في دمشق فمن ضمن اشياء اخرى قال انه لم يتلقى مقتراحات امريكية من السيد حبيب بل انه تلقى مطالب اسرائيلية بداية اود ان اقول بلا باقة انه لم يكن دقيقا في تصريحه لانني عارف ان سيد حبيب جلب مقترحات امريكية الى السيد الاسد واذا فانني اعتبر تصريحه متطرفا ولا ينم عن نوايا حسنة تصب في خانة ايجاد حل سلمي للمشكلة يقول بعض من عرف الرئيس الاسد انه شعر بالاهانة نتيجة تصرفات المسيحيين الموارنة لقد انقذهم من الابادة وبدل الانضمام الى معسكره استمروا في مغازلتهم لاسرائيل بل زواجهم منها في اواخر عام ستة وسبعين انشى الرائد سعد حدات قواته في الجنوب بمساعدة اسرائيل وفي نفس العام ايضا بدأ بشير الجميل بتلقي السلاح والتمويل من اسرائيل وبناء قوة ميليشياته تعمق التحالف الماروني الاسرائيلي مما جعل الاسد هرزة لاخطار اشد شعر ان تدخله لانقاذ المسيحيين لم يثمر وانهم نكروا الجميل وكانوا جاهدين لمفعله لهم استمروا في تحالفهم مع اسرائيل فرآ فيه خطرا مميتا ليس للبنان فقط بل ولسوريا وللقضية العربية برمتها وبينما ظلت ازمة زحلة مستعرة انفجر الوضع في بيروت فحصل تراشق مدفعي خطير بين شطري العاصمة كالعادة دفع المدنيون الثمن الاغلى موسيقى موسيقى وصل الارهاب الى ذروته ليالحق بمرتادي دور الساعة حيث كان بعض المأجورين يترك عبوة ناسفة ويغادر المكان فتقرر بعد ذلك منع اي كان من مغادرة السينما قبل انتهاء عرض الفيلم وفي هذه الفترة طرح ولي العهد السعودي الامير فهد بن عبد العزيز مشروعه للسلام في الشرق الاوسط